النهاردة لما حصل يعني بس هم نتكلم والدولة ضد الاهلي ونرصخ ده في الناس قال لا يا الدولة فائقة قال يعني بقى تبقى مع الزمالك وضد الاهلي والناس كلها في الدولة قاعدة وزي نقوم الزمالك وزي نركب الزمالك على الاهلي اصل فيه فلان زمالكاوي وفلان زمالكاوي طب فيه مئة الف فلان في الدولة مسؤولين اهلاوي يعني اذا كان فيه مدير في شركة زمالكاوي فيه 30 مدير اصاده في نفس الشركة اهلاوي لكن الناس ما بتبصش كده حلو الناس بترصخ فكرة مش موجودة على الارض الواقع الدولة بتبص للازمات الاقتصادية اللي موجودة في العالم كله منعكسة على العالم كله والكلام ده والله هتبص للآلي والنظرية لأمورات كونية والنزاي الزمالك يبقى على الآلي وازاي الزمالك ياخد كاس مصر وازاي نخلص على عمر السلية وازاي سوارش ده نخليه مشاف قدامه وازاي بقى نقنع لتعادل افريق للفاينال يبقى في المغرب عشان ما ياخدوش الأهل وازاي بقى ندوس مع طلاق الجيش يكسب الأهل في الصبر المحلي وازاي نخلي كارتيرون يعمل معسكر في اسكندرية أول زمالك جدا فيكسب كل ما تشاته والأهل مع مسيمان السنة اللي فاتت يخسر شوات ما تشات فالزمالك ياخد بدوري وازاي بقى يا سلام يا سلام النهاردة قرارات زي دي خد بالك أنا عايزك تخش تشوف فيديوهات في أمريكا أمريكا يعني أمريكا في الأخي أمريكا بقى إحنا نظرتنا الأمريكان دول يعني هما وتشوف الناس هناك لما مراد بايدن كتدخلة في ولاية مطعم ولا ده مدخلة يا كيلو آيس كريم ولا حاجة حاكي من الولاية الناس كانت بتزعق وتتكلم إزاي على البنزيم والكذا 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 ويا عمالها تضحك وتعملوا عشان جوزها يعني رئيس الدولة ففي أزمة اقتصادية في العالم كله ملهاش كبير دي دي ملهاش كبير مفيهاش هزار روسيا وأوكرانيا بيحاربوا بعض دخلت لهم المتحدة لتلهم الحبوب القمح مالوش دعوة أكل الناس مالوش دعوة فما تقعد الدولة تجتمع رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين مع الناس تجتمع كل يوم تشوف إزاي تساهل على المواطن نهاردة ضم مليون أسرى إضافية لبرنامج تكافل وكرامة صار في مساعدات استثنائية لتسعة مليون أسرى لمدة ست شهور خد بالك تكلفة المساعدات دي كان مليار جنيه كل شهر من ميزانية الدولة ويطلع أوردر للدكتور معايت وزير المالية مفيهاش هزار دي مفيهاش هزار تسعة مليون أسرى مش تسعة مليون مواطن أسرى لو كل أسرى فقى تلاتة أربعة خمسة فانت بتقترب من تلاتين أربعين مواطن انت المستفيد من المساعدات دي مين بقى الأسر المحتاجة اللي انت بتنزل لها تحت لغاية عندها أصحاب المعاشات اللي هيقل من 2500 جنيه اللي هما اللي بشتغلوا في الدولة اللي عاملين الموظفين في الدولة اللي رواتبهم أقل من 2700 جنيه انت بتتكلم في 20 مليون مواطن بيستفيدوا من مشروع تكافل وكرامة انت بتتكلم في طرح 2 مليون كارتونة سلع مدعمة بنصف التكلفة شهرين تروح للناس تشتري توزيع كاراتين عبر منافذ قوات المسلحة منتجات غذائية خد بالك اللحوم الأضاحي اللي كانت نزلة بأسعار رخيصة وقت العيد والكلام ده مستمرة طول السنة تروح بقى الجاشة على الجزارين ولا هنا ولا هنا وان وزارة المالية مسؤولة عن توفير موارد بإجمال 11 مليون جنيه مليار جنيه أسفل ولسه من كام يوم لما هي حطلع أردر وزارة الزراعة تعلن ان كارتونة البيت بتتبعها في المنافس بتاعتها بتستين جنيه ولا اتنين وستين جنيه بعد ما وصل 80 و 90 جنيه بره فالنهار ده أنا سيب بقى الدولة هتسيب بقى كل المجهود وكل القصص دي ان هي ازاي توصل للمواطن المحتاج فعلا في الأزمة دي المنعكسة على العالم كله خد بالك ده في العالم كله ده البنزين زاد في دول الخليج اللي بتطلع البترول اللي بايدن جاله من آخر الدنيا للسعودية عشان يرفع نسبة انتاج النفط للعالم كله عشان ينزل سعره شو ايه بعد ما روسيا قفلت عليه فالدولة باعد سيب كل ده ونتكلم في ايه بقى هو الزمالك فرجاني راجع ولا مش راجع طب ده كلام يا بشمون ده سعد لي ده كلام يا جمهور اللي في سوشيال ميديا بتديك نظرياتها امورية طول الوقت طول الوقت طول الوقت واجه فرقتك واجه نديك قوله انت عندك مشكلة فنية وحالة فكرة حلها اسهل من السهولة انا تعلمت من تورك الشيخ تورك الشيخ عمل ايه نزل مصر من 4-3-4 سنين عمل نادي في 25 يوم جاب لعيبة تشتري شتري 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 من اول ثانية نفس على البطولات اشتري جيب لعيبة كبيرة وجيب نجوم وده حصل في 2004 ومن اول ما جه الجيل الاهل اشتريه بدأ بشوقي ثم بوتريكا ثم بركته عمد النحاس واسلام الشطر وسيد معوض وكان عبدالله هوب الله ارحمه وجيلبرتو وفلافيو والجيل ده لما اتعمل كله وشادي محمد و الجمعة بكل الناس دي اول ما الجيل ده اشتغل مع براهم سعيد مع كل الناس مع الحضري متعب مش عايز انسى يعني حد كلهم نجوم كبار جدا من 2004 ما حدش هارف يوقف الاهل من اول سنة مش قاعدوا سنتين ثلاثة يقول لكم التكيف لا اشتري لعيب واجه الناديق وحلها سهل